بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نواسل درسنا من حيث وقفنا إن شاء الله نواسل درسنا من شروعه والدرس كان حول معرفة التوهيد أو معرفة الأقيدة الدرس كانت الأقيدة يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي يناسب يعني لكي أشبه فيبقى جمع طلبة الإنسان المكلف في أول إثانا ما هذا؟ هل حق الله سبحانه وتعالى أيوه؟ يعني ثالأقيدة ينمى عنه يعني زي ما بيّنون عنه فالترتيب معنى أولا معرفة الله سبحانه وتعالى ثم معرفة رسوله ثم معرفة العبادات الصلاة والسيام والزكاة ثم معرفة المعاملات بالترتيب ده لابدش أن الإنسان يعرف يعني جمع طلبة الإنسان المكلف فيه إنه ثانا ما هذا؟ يبقى من دمن المعرفة اللوثان قمعدة الله سبحانه وتعالى يعني لازم قمعدة الصفات الثلاثة عشرة التي يجب معرفته على كل إنسان المكلف الصفات الثلاثة عشرة التي يجب على كل مكلف معرفتها يعني بالترتيب لازم أي مكلف عنه معدن معنى ولازم المكلفة هنا معدشين لازم أن تمنقى إليه نحالي تدرس نحصله بعد ذلك أنا برونافه يجب على كل مكلف معرفة الصفات الثلاثة عشرة يعني واجب لكل إنسان المكلف وإنسان المكلف وإنسان المكلف ما بمبلغ أي أو ما بمبلغ سنة مثلا حمثار سنة أو تمانتعشر سنة ولو كان شنو ولو ما بلغ المكلف ينسؤ لنا وما بل لازم شنو اللوثان قمعدة أشكرا لنبشي ولا أخشاله يعني يبقى المكلف ينسؤ لنا نسؤل الآن المكلف معنا جنجي نتقل لنا حسب إن الله من بقي شي ومن بشوني ومن بشوني لكن قد قصي بلوصل يعني الحدر ومن بلتكليف بلوصل المكلف ذي ولا قلتها ما حسب ما جي جمان تاء الله سبحانه وتعالى نحسب جنجي ونيو عشان كذا ما بمبلغ مكلف بلغ نما إنه واجب ثانا ماذا أولا قال يجب على كل مكلف معرفة صفات صفات الله الثلاثة عشرة صفة وهي الوجود أولا الوجود أي أن الله موجود لا شك في وجوده معناته نآمن أن الله سبحانه وتعالى موجود زيان الزيء يعني ولا شك في وجوده يعني ولا شك في وجوده الدليل من القرآن قوله سبحانه وتعالى أفي الله شك أي لا شك في وجوده معنا عدد الدليل من القرآن فقالها الثانية أن الله سبحانه وتعالى موجود وزيزيج على ولا شك في وجوده اللهم موجود لا شبه الموجودات وزيزيج على ولا شبه جن زيقه يعني سيزيج على ولا شبه جن من خلقه موجود بلا مكان وجهات يعني سيسيج على ولاث المكان ولاث عيم معنى ولاث الجهات الصفة الثانية القدم أي الله سبحانه وتعالى قديم لا ابتدأ لوجوده قال تعالى هو الأول يعني الصفة الثالث الله سبحانه وتعالى قديم معناه لا قد البداية عشان كذا يعني انقلت القرآن هو الأول يعني لا قد البداية سيسيج على قد البداية سيسيج على قد البداية ثلاثة البقاء أي لا نهاية لوجوده تعالى لا يفني ولا يبيت ولا يموت قال تعالى هو الأول والآخر الله سبحانه وتعالى يعني لقد النهاية ولقد قالت الله سبحانه وتعالى كذ النهاية زيان بكذ المخلوقين النهاية المخلوقين كذ النهاية جعله الإنسان لما نبولو من ساول لن سيء النو ماني بقى شوية أنا مشان شهرة ماني الدنيا خلق الله لأيثين يوم من الأيام أدي قدين شهر لكن الله سبحانه وتعالى ولا قد البداية ولا قد النهاية ولا قلتها الله سبحانه وتعالى سمشي الكلام الله يتكلم بلا حرف ولا صوت يعني الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام ليس حرف ولا صوت يعني الله يعني الرثي ورثي اضعوا على كلاته و أمن لا يبقى المشكلة و لا يقول مثلا الله سبحانه و تعالى متكلم و اللقاء عمر الثانا نصول الأنسلة يعني بلد اللي نجمعها لقمانه الله سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي أبدي لا يشبه كلامنا ليس حرفا ولا صوتا ولا لقى كلامه لا يشبه كلام المخلوقين قال تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يعني الدليل من القرآن أن الله سبحانه وتعالى رثي قال إيث القرآن وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا معناته روث سيدنا موسى السفة الخامس الإرادة من الثلاثة السفة يعني الإرادة الله له إرادة أزلية أبدية فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يعني الله سبحانه وتعالى موسوف بسفة الإرادة ننظر إلى سفة الإرادة معناته جين في الأون ثاني جينة جين ولا في الأون ثاني جينة ولا جينة جين في الأون ثاني حسل أي حسلي جين في الأون ثاني حسل أي ولا حسلي السفة السادسة القدرة الله يتصف بقدرة أزلية أبدية يوجد بها الممكن والعقلي ويعدم يعني الله سبحانه وتعالى موسوف بسفة القدرة والقدرة اللي يعني إنباع اللوني انشقلني الناسي ذنه جينس يجوهسي وما في أننا نشار ثانني يعني شہر ثانني إذن الله يعني الحسلي لأن الدنيا له الأون الآ่اع Editor ترقود رجال انخلق لنا أشعر ثاني شهر بعد ما في أننا نشأر ثاني وما في أن نشأر أين ترقود رجال له لا نشأر ثاني إذن الله الآي لأن جينزي طرق لأن نزوي ولتاله pm فإن أنا أشارتنا أيه يعني الله سبحانه وتعالى موسوف بصفة القدرة القدرة الكاملة الصفة السابة العلم الله يتسب بعلم عزلي أبدي يعلم الله بعلمه كل شيء لا تخفى عليه شيء الله سبحانه وتعالى موسوف بصفة العلم والعلم يجعل أي ولا يجعل الإلم أنقع يعني الإلم أنقع لأن الإلم يجعل الإحاط وشمولا جنسي تسق بشيه جنسي أغزين مادلاء الله سبحانه وتعالى الصفة الثامن الحياة الله يتصف بحياة عزلية أبدية لما نقول عزلية أبدية معناها لا يجعل البداية لا يجعل النهاية الصفة الثامن لا يجعل البداية لا يجعل النهاية المعنى جاننياني ... عندما نبقى العجلية إذا أبدي ما نبقى العجلlene الآن هو د 44 أصطر للدهاول يعني الحياة قد له ولا تنروه معنى ولا تنأل لهم , ولا تنأل معنى ولا تقفى ولا تنأل العصب ولا تنذوارا لأن الانسان أشانغان عزية ونحن نستجل لتنأل روح بالنسبة لكي يجب أن نجد الروح وبنزيه فيه ونجد القفى ونجد العصب ونجد المخ قلت لنقع لأنه في زيئي بل يقول لي مشارعي معناه جل ولا زيئي لكن زيزي قال له ولا شبه زيزي جمع حلقة لذلك قال ليس بروح ولحم ودم وعصب ومخ الله سبحانه وتعالى حياته ليس كحياتنا ليس مثل هذه الحياة التي يصبح به المخلوق ما دليلنا من القرآن قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم معناه الله سبحانه وتعالى حي وقائم بتدبير الأمور للأمة وبتدبير الأمور للمخلوقين فإذا الله سبحانه وتعالى حي بحياة لا تشبه حياتنا الوحدانية الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له لا شريك له الله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له هذا لما نقول مثلا واحد ما معناه أنه واحد أنه هناك مثلا ثاني واثنين وثالث بنسبة له لا الله سبحانه وتعالى معناته واحد يعني لا شريك له يعني ما فيه إله تاني ولا الإله من تاني زي بشارك تجمه مثلا نخلقه ولا نشاركه ولا زي إن الإله من تاني بشاركه ذن الله عشان كذا أن آمن أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له السفة العاشر القيام بالنفس فالله قني عن العالمين لا يحتاج إلى أي شيء من مخلوقاته لا يحتاج إلى مكان وجه الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المخلوق فالله قني عن العالمين ما معناه العالمين معناه جمه إذن العالمين سؤلنا ولا ما كلا الله سبحانه وتعالى محتاج ولا قع بنا يعني لذلك الله سبحانه وتعالى قائم من بنفسه قنئون عن العالمين لا يحتاج إلى أي شيء من مخلوقاته لا يحتاج إلى مكان وجهة والمكان وجهة المكان وجهة كل جمع خلق معنا والعالم ينسؤل لنا إذن تنفح أن قلت الآية لي الله قنئون فالله قنئ عن العالمين معناته الله سبحانه وتعالى ولا ما مخطاج جمعين بمخلق والمكان أي يعني والجهة كل جمع خلق معنا إذن الله سبحانه وتعالى قاني عن العالمين جملة كلها لا يحتاج إلى أي شيء من المخلوقات لا للمكان ولا يحتاج للجهة السفة الحادي أشر السمع كل المسموءات الله سبحانه وتعالى يسمعه وسمعه ليس بأذن ولا سماخ أنخاله قال له كان حال جماني ولا سماخ لغاني بل إنما هو يعني السفة جاء له السفة بخالفة السفة قاني معاني السفة الثانية أشر البصر الله تبارك وتعالى يرى كل المبصرات وبصره ليس بحذقة ولا بعين جارها يعني الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى يراه ولكن شمض النوع ولا شمض النوع الله سبحانه وتعالى مديننا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني الله سبحانه وتعالى لا شبهها جمعا وهو السميع البصير السفة الثلاثاشر المخالفة للحوادث الله لا يشبه أي شيء من مخلوقاته الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته يعني جمعا لا يشبه الله سبحانه وتعالى قال للعلمية السفة الثلاثاشر يعني المخالفة للحوادث ننسؤ الله للحوادث معناه جمعا بحجثة يعني بشعرئ بخلق لا على الحوادث نسؤلنا أو الحادث نسؤلنا جمعا خلقا معنا يبقى جمعا خلقا بلو وخلق لا على ولا يشبه الله يعني ننقصت السفة الثلاثاشر يبقى السفة الثلاثاشر وثمان بلج يقول لن لازم ما بانا حفز ماني الزول المكلف لازم ما نحفز عشانا مادا نبدأ من الوجود والحد القدم والبقاء والكلام وبعد ذلك يعني تجيب الإرادة القدرة العلم الحياة الوحدانية السمو والبصر والمحالفة للحوادث بلج لازم ما لنحفز المعنى وعشانا قدر نحفز الأقيدة والأقيدة العنى مع الصحيح من مادا الصفات يقول لن وإن شاء الله الإيمان يكون شنو إيمان يعني ببقى ما لنحفز وليو زي يبقى لنا العلمة إلى هنا إن شاء الله يكون أنحينا درسنا وإن شاء الله في الدرس الذي يعتي نبدأ بدرس جديد لكن الدرس الذي يعتي بعد هذا عنده علاقة مع هذا الدرس إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا مشاهدين ومتابعين الكرام في قناتنا أو لقناتنا قناة السنة التي هي تنشر الحق وأقيد أهل السنة والجماعة ومنحج السوفية السعادقين بلقات شتى وها هي الآن تأتي بلقة وهي لغة رطانة إن شاء الله نتابع هذه الدروس التي سيلقيها لنا بلغة رطانية كونوا معنا الراديو بسنو أبيش هدوميلا وشكرا هدوميلا أذو شرن إنثان أستعام بداني بدعم ري الجراية بما بالؤلمين بالأفرعي كون بصولة أهل السنة والجماعة الصوفية السفات الثلاثة عشرة سفاء في حق الله سبحانه وتعالى التي يجب على كل إنسان مكلف أن يعرفه يعني سيما بيّنونا من أول أن السفات الثلاثة عشر وما واجب المكلفة إشانان معداء ونبيّنونا تدرس الثلاثة عشرة أيوه يعني ثانى معداء يعني بيّنونا إشانان المكلف هانا معداء يبقى عند عشرون ناخو عنشرون ناخو تسفات الثلاثة عشرة أيوه عنقالن والمخالفة للحوادث يعني الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبه شيئا من المخلوق فيبقى يعني أشانين قدران معداء الله سبحانه وتعالى ولا شبه جمّا ولا شبه جمّا فما خلق شامدناني لازمين أما هذه الآيات نقوم بسيث القرآن بسلث الآيات المتشابهة والآيات المحكمة فيبقى الآيات المتشابهة نمّا نه والآيات المحكمة نمّا نه إن شاء الله أنّ مَثَكَ إِلَّيْهَبَّا انْهَا لَثَيُّهُ لأنّ الآيات المنقوسة يعني بسيث القرآن ولا مما دون شبه فسّرنا الأولماء بالشيء أحيّ انقوة المشكلة ينبقي معرفة أنّ القرآن فيه آيات محكمات ومتشابهات كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة عالي إمران يعني هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وأخرى متشابهات إلى نهاية الآية يبقى يعني الآية ليه؟ جمّا قلت لنا ثانية أنّ الآية باسين بشبها وإيه؟ يعني بقدر معنى ملا وزين بما المحكم يعني الذي هو شنو المعنى بتاء واحد بسرعة المحكمة إذن والمحكم معناه ما عرف المعنى المراد منه بوضوه كقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى قل هو الله أحد قوله تعالى قل هو الله أحد وقوله تعالى ليس كمثله شيء الآية المحكمة من ظلنه والمتشابه كمان ما يحتمل أوجها عديدة ويحتاج إلى معرفة أهل الإلم لمعرفة معناه كقوله تعالى الرحمن على الأرش استوى الاستوى في اللقى لها خمسة عشر معنا كما قال ابن العربي يعني نفست غامفقتها يعني نفست غامفقتها مثال العبار من الشيء الآية غامف متشابه قد المعنى ملك والمعنى جدا قد المعنى ملك يعني فرق ما أبدأ لعلم شيء أشان غامفقته المعنى لأولاك أن أستطيع هذه السفعة التي أوله يعني أن هذا شبه الله تجم حلاقه وعندي مثلا يعني المعنى التي عليه يخلوه إذا جمع خلقه له مثلا يعني لما نبقى الرحمن والأرش إستوى مفسرها يعني معنى الجلسة يعني لغشأي سيبقى المعنى بك الإنبلي أن الله سبحانه وتعالى جالس على الأرش أو مستقر على الأرش نشبهنا أنه معنى شبهنا أن المخلوق والله قال لي ليس كمثله شيء لما نبقى الرحمن ان ülه معنى البقى الرحمن انه معنى أكثر فرناكين لأنه ل Layer إلا جمع خلقه法 قال لAutاني لما نبقى إلىها استقر معنى سبقى يعني فيobra хочется يعني سبقى يعني زبقىرجلي إلا جمع خلقه法 على النجاح لذلك الآيات المحكمات يعني إذا لكن ثالثيه ينجعي أكثر لكن فائلنا ما هذا منثلي أنه مغرر سفات الثلاث عشر مر ثوانا أول وفهمو أن المعنى تعلم بالشي عنق أنه والمخالفة للحوادث معناها الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته منقوها صورة الآية ما شابها وإنباله بقال لي مثلا الرحمن على الأشي استوى مخصورة الظاهرة يعني مقالنه أن استوى معناته العشي تسمع له والعشي تلأرشه له معانا شبه وانت المخلوق ولما شبه وانت المخلوق مقالنه مثلا على سيدة السمي يعني سيدة السمي معانا تشبه وانت المخلوق لأنه وانجم خلقنا معانا وانجم خلقنا معانا لكن مفهمه على حسب الآية المحكمة مثلا يعني الأولمي قال استوى وانجم خلقنا معانا لأنه يعني القحر يعني هو صفته لله سبحانه وتعالى لأنه جم خلقنا تحت القحر الله سبحانه وتعالى ننزينه يعني ولما بردق على استيلاء الاستيلاء معاناته الله سبحانه وتعالى يعني 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 بعين معانه وما بمجم من باله ولاقى لها من المسلم ثاني بعد يبقى لنجي من باله فينبقي ألا يحمل الآيات المتشابهاتiens بل ينبقي أن نفسر الآيات المتشابهات على ما يوافق الآيات المحكمات لأنها أم الكتاب كما قال تعالى هن أم الكتاب يعني الله سبحانه وتعالى قال آيات المحكمات قالوا هن أم الكتاب يبقى الآيات المتشابهة مثلا بشابها وإذا المعانج على مثلا بشبه المعانج يعني سبها المعنى بالمخلوق لازم أنجر المعنى بخلوق الآية المحكمة الآية المحكمة ليس كمثله شيء ومبقى لي ولم يكن له كفوا أحد يعني قال الآيات المحكمة ولم يكن يعني الآية المحكمة لازم أنفقد الآية له لأنه ليس كمثله شيء لج لكن يthmsعها على الله ولم يكن له كفواً أحد نفساً معناً معناً يعني لا يجب أن يشبه الله سبحانه وتعالى ولا يجب أن يشبه على الله سبحانه وتعالى يعني يبقى الآية المتشابهة مثلاً يعني نشبه نقول إذن الله سبحانه وتعالى سيدة أغن فلانة ولا سيدة أغن ولا سيدة السماء ولا سيدة أرشه لازم أن موثثها أن أخلوا إذن الآية المحكمة لأن الآية المحكمة قال الله قال الله هن أم الكتاب قال هن أم الكتاب هو الأصل يعني دل أصل اللي بيردي إليه الآيات المتشابهات معناته الآيات المتشابهات وما تقلنعي المثل الآيات المحكمة يوائي هو قال مثلا الرحمن على الأشي استوى معناها قحرة واستولى واستعلى وقحرة وحفظ وأبقى يعني أنقل الله سبحانه وتعالى معناته يعني حفظ السماء شام بازقينه وحفظ الأرش شام بازقينه يعني تحت القحرة تلع ينزيني تحتك يعني أول تحت القحرة تحت القودرة يعني ولا يقدرننق على أن الله سبحانه وتعالى معناته ما يستوى معناته الأنشية السماء له ولا ما أ射شه في فوق الأرش لأогنه جنزي من بلوه المخلوق يوصف إليه شام بلوه لاتنه الله سبحانه وتعالى و horiz 립ان بلوه يبقى تجم لأنفهم أن الآيات المتشابهة لازم يفعلن أنفسها أنجر المعنى بغلوئي الآيات المحكمة لأن الآيات المحكمة هن أصل الكتاب هن أصل الكتاب الذي هو الأصل الذي ترد إليه ترد إليه الآيات المتشابهات ومن الأحاديث يوجد ما هو متشابه كذلك كحديث الجارية يعني كذلك الحديث في أحاديث اسم أحاديث المتشابهة الأحاديث المتشابهة يعني من ضمنها حديث الجارية حديث الجارية لما نبمت دمائنا الزاهرة يعني مقرعوني يمقل جننغوي تظاهري يعني يمقل جننغوي أنه الله سبحانه وتعالى معناته يعني سيث السمو تظاهري يعني لاشي لما نبمثونا الآية المحكمية أو الأحاديث المحكمية يبقى مثقة أنه المعنى لا شمبلو المعنى لأنه مفسر تظاهري يعني يعني بجنغو كفرعي وبجنغو كخي من ذا الإسلام يعني فلا يحمل على ظاهره بل يعول كما أول النوبي في شرهه على صحيحه مسلم الإمام مسلم الإمام مسلم لما نبشرحنا الحديث له أولا مثلا يعني الحديث قاله يعني أين الله يعني أين الله الظاهر الحديث نقلق الجارياء في السماء يعني على حسب الظاهرين شو يعني تنقلني السؤال بسأل الجارياء على الرسول عليه الصلاة والسلام ننقلق أنه نقلق أنه عين الله نقلق أنه في السماء في السماء يبقى يعني حل شمبلو المخصوة للأولمية ولا بينا مريء تطريقة شبهانه شمبلو الآيات المحكمة له شمبلوه هنا ما بين الإسلام نعم الإمام النووي أول هذه السؤال بكلمة شنو أين الله سؤال عن تعظيمها لله وقول الجارياء في السماء أي عالي القدر جدا دتعويل بيث الإمام النووي والإمام النووي من العلماء المتمدين في المذهب الشافيئي يعني ننقلق excellence quiere أن نقلق أنه يعني كلمة عين الله قال قال الله الرسول الجارية لي يعني عين الله يعني معنى عين الله معنى هل ننبا عزم عاليا ننبا المدعاليا يعني هل ننبا دعاليا يعني السؤال يعني هل ننبا دعاليا وعزن نا يعني عزم نا يعني لغدنا المقام الكالآ يعني دا السؤال بتا النبي عليه الصلاة والسلام والمقصد إنه شمبلو객 أول آولان شمبله الإمام النووي لأنه ببقا قال نو غير أين الله؟ تظاهر جعل ما حصله وشانباله؟ ننبلد ننقوي أن الله سبحانه وتعالى قدئا يعني تظاهر جعلنا لكن لما نبقى أول ونه يعني ننقوي بينا المقصة بالحديثة للمعنى يعني ندقو المعنى من تاني يبقى الإمام النووي ننقعل أن السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام برق وثانا يعني الجارية برق وثانا أين الله؟ ما نده حال ينبقى مدئ الله ينبقى عزم الله ينبقى عزم الله أنك أبارتني في السماء أي آلي القدرة جدا معنى في السماء ما معناته الله سبحانه وتعالى القدرة عربى معالي باملان يعني معالي باملان وشان معالي ملان ولا دعا المعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى معاناته شنو فوق السماء لما نبقى الله personally andwell القدرة عربى معالي ملان ما معناته أن ينزيم بهذاليه أو ينخشي في السماء وشان كذا يعني التعوييل للسماع أولنا الإمام النووي لازم شنو الأحاديث camouflage بوحم هذان علي بقال هذان يعني يعني الزاهرة عليه يعني على حسب الزاهرة على أن الله سبحانه وتعالى موجود في مكان معين لازم أولثا وأمثثا الأحاديث المحكمية والآيات المحكمية شغال أقيد قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه سن أقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر يعني الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال رسون وأقائدكم معنات حفز ذال أقيدا كما من التمسك بظاهر ما تشابه من الآيات يعني الآيات المتشابه قال با مستجون إذن با مستجون إذن لأنه با مستجون إذن سيما بمبادن الكفر نماني يبغى جندن وإنباله سيما بمبادن كنو الكفر وما في شك يعني أنه ما بمبادن الأعيات المتشابهة دائما يعني ههيئ من الإسلام عشان كذا الآيات المتشابهة لازم أنفسرها على حسب سيما فسرنا الأولمين بسره وقو عشان بشبهاني بخلوني تالآيات المحكمة لكن ما حصلنا هتزاهرج عليه أو هتزاج من الإسلام و هتنجن فإنها لنفعل إنسيات الإسلام لمن أنمشا ولمن أنهي الآخرة تنفعل إنسيات الإسلام معناه لازم فإن روث روثم و هتزاج من الإسلام و هتزاج من الإسلام و هتزاج من الإسلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة